هل نوضح للناس الفرق بس في البداية كده ما بين البيو جاز والغاز الطبيعي هو الغاز الطبيعي ده اللي بتوصل في أغلب المدن والأماكن يعني ده مكون المكونات بتاعته مختلفة مختلفة أكتر عن الغاز الحيوي اللي احنا بنستهدفه في مؤسس طاقة الحيوية لأن الغاز الحيوي المكون الأساسي بتاعه الميسان ويسان أوسيد كربون ده بيطلع في الوحدة ممكن المستفيد بيستفيد بهذا الغاز بأنه يستخدمه في البتجاز كبتجاز عادي خالص بنغيره بس الفونية بتاعته يستخدمه في التدفئة ممكن في الوحدات الكبيرة يتحول الغاز ده إلى كهرباء بالإضافة لكمية سماد كبيرة جدا بتطلع من الوحدة كافية لتسميد 3 أو 4 فددين طول العام دكتور لما نقدر نقول أن في أماكن بتكون أقل حظا في توصيل مثلا أنا بيبقى الغاز لأنه صعب جدا أنها توصيلها وحتبقى تكلفتها عالية جدا على الدولة وعلى المواطن كمان في نفس الوقت فأعتقد ده الحل البديل اللي حيتم اللجوء دي في الفترة القادمة نقدر نقول أن المناطق دي بيتم تحددها على خريطة مثلا لمصر ولا أنتوا بتختاروا الأماكن دي سيدي؟ بالضبط نحن في تواصلنا مع الأخوة المسؤولين عن مبادرة حياة كريمة طبقا لتوجهات السيد الرئيس ومعالي الوزيرة بنستهدف الأماكن اللي مش موضوعها في خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لأن ما ينفعش أعمل وحدة أكلفها 14-15 ألف جنيه ومنتظر أن الغاز الطبيعي يخش في المكان أو في القرية وبالتالي مش هيكون لها جدوى المواطن نفسه أو المستفيد مش هيستخدمها فإحنا بنستهدف الأماكن البعيدة عن خطة الدولة للغاز الطبيعي ودي في الغالب بتكون الأماكن اللي هي مضطرفة شوية أو في النجوع ولازم يكون كمان المستفيدة عنده 3 رؤوس مواشية على الأقل عشان يقدر يعمل تغذية للوحدة يحصل لها استدامة وإنتاج الغاز والسمات عظيم الوحدة دي بتبقى بتاعته هو؟ ملكه بتبقى ملكه ملكه طبعا تكلفة الإنشاء حوالي 14-15 ألف جنيه عندنا أكتر من طريقة للمستفيد يتعامل إزاي بعض الجهات المنحة بتجي لنا زي بعض البنوك مثلا الموجودة للإستثمارية في مصر أو منظمة العام الدولية وجهات أخرى زي برنامج المنح الصغير ومتوسطة بيجوا عندهم فند أو منحة جيالهم عشان تنفيذ وحدات بايوجاز في بعض القرى دي بتبقى فور فري مجانية يعني بنستفيد بس من المستفيد أنه هو يساعدنا في العملات المساعدة سواء في الحفر سواء في أنه يقف مع البنة وبيناول دي حاجات بسيطة حاجات بسيطة وبشركه معايا بحيث أنه هو ما يحسش الموضوع جاي خلاص ببلاش كله يعني فما يفرقش معايا بسيطة ما يفرقش معايا بسيطة بالضبط إنما الوحدة كلها بتبقى متكاملة المباني التوصلات الغاز البوتاجاز نفسه بيبقى مجاني والمطور بتاع إخراج السماد أو تحريك السماد يعني بحيث أن الوحدة متكاملة لو هو يعني حب يستفيد منها استفادة كاملة لمدة 15-20 سنة بيحملهاش أي مشكلة لا هيعوذ غاز طبيعي ولا هيعوذ أنابيب بوتاجاز ولا هيعوذ أي حاولة هيصرف بليه مع الكلام ده كله بالضبط نروخ المشية بالضبط كاته بيتدرب طيب عشان يتعامل مع الوحدة طبعا طبعا إحنا بنستمر معاه لمدة سنة ندربه على كل حاجة لو التغذية نوعيتها إيه السماد عايز ينضف عليه مية ولا المية كانت كتيرة الخراطين فيها مية يبدأ يصفيها بنستمر معاه لمدة سنة بحيث أنه هو يتطمن تماما أن فيه ناس كانوا وقفين في ظهره بيساعدوه في هذه المنظومة وهو مجرد ما بيستفيد أو بيحس أنه هو الوحدة دي وفرت له مثلا أمبوبتين بوتاجاز كان بيستخدمهم في الشهر ويمكن في بعض الكرة زي ما خدرتك عارف قد يجد صعوبة في الحصول على الأنابيب بالإضافة إلى سماد بالكفيه يعني الكمية التي تنتج من خلال مثلا روث ثلاث رؤوس ماشية تقريبا تعادل الأمبوبتين بوتاجاز تقريبا تقريبا بالإضافة لكمية سماد حيوي خالي جدا من الأمراض ممكن يكفيه لتسميد ثلاثة فدان طول السنة هالمشروع يعني متكامل بيعمل أكثر من حكتيه بيطلع غاز وبيطلع سماد حيوي بيطلع غاز وبيطلع سماد حيوي